بسم الله الرحمن الرحيم معد النهاردة نكلم على نيوكليك أسد الأحماض النووية نيوكليك أسد مبارا عن 2 types الواديني والأر إني الدييني called D-Oxy-Rybonylucleic Acid D and Nucleic and A-Acid يبقى ديني and RNA والريبونيوكليك أسد الأحماض النووية الريبوزي ريبونيوكليك أسد R, N and A ديني ديني mix up the gene دا اللي بيصنع الجينات أو جينات عبارة عن ديني يبقى ديني mix up gene هو اللي بيصنع الجينات أهو عبارة عن الجينات الموجودة في السل الموجودة في نيوكليس نزل سل so it stores the genetic information يبقى ديني هو مخزن المعلومات الجينية الجينوم بتاعك in the cell and the organism سواء كان في الخلية أو في الورجنزم ديني كودز زى order in which amino acid are to be joined to form a protein يعني ديني هو اللي بيعملك الشفرة علشان يحدد ترتيب الـ amino acid الموجودة في الجسم سواء قلتلك ان انت ممكن تفرق ما بين البروتنات وبعضها عن طريق sequence of amino acid من اللي بيحدد sequence ديني هو مخزن الموجودة في الـ DNA طيب بالنسبة للـ RNA RNA just intermediary ده وسيط that conveys the DNA's instruction ده وسيط كل دور نو يحمل توجيهات وإرشادات الـ DNA Z-detect اللي بتحدد الـ amino acid sequence اللي بتحدد ترتيب وتعاقب الـ amino acid داخل الـ A البروتين يبقى ده دوره تكوين البروتين لكن ده الـ order وده الكودز الموجودة في الـ A السل اللي بتحدد الـ A الـ sequence of amino acids ومطلق كلنا بنختلف عن بعض في البروتنات عندنا نفس الكربودريتز عندنا نفس الليبيتز لكن الاختلاف بينهم بعض في كل الإنسان يعني البشري كله بيختلف عن طريق الـ different kind of protein والبروتين بيختلف إما بالـ sequence of amino acid أو number of amino acid الـ DNA has D-oxyribose hence is the name كده قلنا سميناه D-oxyribonucleic acid and the RNA has ribose سكر خماسي ribose the difference between them as I was saying before is carbon number 2 if the carbon number 2 has OH so this is called ribose so this is called riboneucleic acid if the DNA has D-oxyribose ribose لأن الـ carbon number 2 وزاوة الأكسجين في الحالة دي all-deoxyribonucleic acid structure of nucleic acid التركيب الأحماض النوعية nucleic acid are polymers of nucleotides طبعا ده المونمر عبارة عن وحدات بنائية وده البولمر يبقى ده الماكرو ملكيولز الماكرو ملكيولز وفورميد أو بوليمر فورميد باي مني مني مونمر اللي هي بسموه هنا بالحالة دي النيوكليطايد أو نيوكليتيدات كل نيوكليتيدة كل نيوكليتيدة بقى الوحدات البنائية اللي هي نيوكليك acid is a molecular complex مركب جزيء معقد add three types of subunits عبارة عن ثلاث وحدات أول حقا طبعا الفوسفيت الفوسفيريك acid الفوسفيت group and البنتوز sugar سكر خماسي سواء كان بقى الريبوز أو ديوكس الريبوز according to the types of nucleic acid and the nitrogen containing base يعني قاعدة تحتوي على النيتروجين يبقى structure is five carbon sugar ولل بنتوز sugar في nitrogen base قاعدة نيتروجينية واحدة من اربعة والفوسفيت group مجموعة الفوسفات ده بالشكل ده اسمه nucleotide لو قلت تشوف هدلي في sugar one side يبقى في nitrogen containing base والother side في الفوسفيت group بالشكل ده تعرفين ده اسمه nucleotide ولتلك الريبوز السكر الخماس لبنتوز شكر ده ممكن يكون ريبوز لو كان في RNA او ديوكس ريبوز لو كان في DNA the nucleotide form a linear molecule called strand احنا كنا في البروتنات بتقول linear sequence بسموه بروتيني chain سلسلة من البروتنات او الاحماد الامنية مع بعضها هنا نقول على linear sequence ده التعاقب الخطي من nucleotide نقول عليه strand شريط شريط DNA شريط RNA which has a backbone أي بقى strand لها backbone عبارة عن ايه phosphate sugar phosphate sugar phosphate sugar and so on is the basis projecting in one side of the backbone يعني عندي sugar phosphate sugar phosphate sugar phosphate وهكذا يطلع من هنا ايه بقى ال nitrogenous space القواعد النيتروجينية موجودة on one side not in both side one side only since the nucleotide occurs a definite order so do the basis يعني اذا كان النucleotide موجودة بترتيب محدد يبقى القواعد برضو الموجودة فيها دي هتبقى مترتيبة بنفس الترتيب المحدد ده دون طمام ما او طيب انا اعمل compare between النيوكليك acid وال DNA وال RNA DNA كومبوز في ريس طيب الواجه المقرن شجر هنا في ديوكس ريبوز هنا في الريبوز البيزيس للقواعد النيترجينية الادنين القوانين الثايمين السايتوسين الA والD والD والC هنا ادنين قوانين و instead of ثايمين we have اليورسيل in the RNA يبقى عندك الادنين القوانين ويورسيل والسايتوسين ده على طول تعرف ان ده RNA طيب الستراندس ستراندس دبل يبقى في شريطين و يبقى في بينهم على طول ازدواج لقواعد المكمنة البعض لكن ده عبارة عن single strand عبارة عن single strand الهيليكس ده يلتفهم وبعض ويديك هليكس حلزون كده آه ده بيكون حلزون لكن ده single strand يبقى street يبقى نوت coil يعني نوت هليكس طيب there are four different types of bases in the DNA كلم مع DNA طيب ما قولنا DNA يبقى عندي الثايمين لو انا بقول الRNA يبقى عندي بدل الثايمين يبقى فيه اليوراسي طيب طيب now we'll talk about the DNA so I have four different types of bases الادنين A الثايمين T الثايمين G and cytosine C سبسك have two rings بسموهم الوالادنين والقونين بيكون دول بسموهم البورين and if it has one ring حلقة واحدة like الثايمين والصيتوسين في الحال دي بذول عليهم البريميدين البريميدين so the structure called because this basis يعني نقول على البورين لو قلنا عليها double ring أو البريميدين إذ اللي هو السينجر رينجس اللي هو الادنين والقونين والصيتوسين والثايمين نقول عليه basis ليه ليه قلنا عليها قواعد نيتروجينية basis لأن when you put this basis in a solution this their presence وجودها raises the VH of a solution لو حطتها في محلول كده ترفع لك البي إج فوق ال A السابعة يبقى بالشكل ده يعباره عن basis alkaline and then RNA the basis uraceal replaces the basis thymine يعني في الRNA عند كل القواعد ما عادة أن بدل الثايمين حطينا مكانه اليوراسيل البريميدين البريميدين قلنا الـ T و C لو أنت تكامل على الـ DNA لو هتقول الـ RNA هتلاقي موجود اليوراسيل برضو برعا single ring overview of the DNA يعني أنت ممكن تعبر عن DNA بأشكال مختلفة ممكن تدور عليه بالشكل ده اسمه double helix حلزون مزدوك برعا حلزون أو تكبر جزء منه شوية كده to show the complementary base bearing between the strands عشان توضح G bind with C complement with C يعني أنت تتكامل مع C and T complement with A like this or you make another type of drawing the DNA أنك تخليه زي ladder configuration زي الترتيب أو الشكل السلامي بالشكل ده عبارة عن سلم بالشكل ده بينهم الرنقس أو الضرق أو steps D يبقى عندك الوقت A 3' 5' 3' 5' وعندك 5' with 3' as you see anti-parallel to each other متضادين هيبقى عندك T complement with A by double hydrogen bond with G complement with C by triple hydrogen bond this is called abrides and this is called abrides both of them joined together by phosphodiester bond and between the bases there is hydrogen bond when the two strands held together by hydrogen bond between the bases طبعا دايما القواعد بتبقى أو الرؤوبة الهدروجينية بين القواعد when you unwound the DNA resembles a steep leather يعني هو ملتف كده عاملك حلزون كده انت فرده كده هيبقى بالشكل ده هيبقى لك سلم the side of the later made entirely of sugar fsfate sugar يعني هذا القواعد عبارة عن سكر fsfate سكر fsfate عبارة عن دايما عبارة عن سكر fsfate and the basis has only one side دايما البازيس لا موجودة في one side and basis joined together or complemented together by the hydrogen bond and this is called the complementary paired basis القواعد المزدوقة تكملية تتكمل مع بعضها وطبعا الرفضة بينهم تبقى دايما hydrogen bond between them الثايمين always paired with الادنين دايما الثايمين يرتبط مع الادنين والقوانين always paired with cytosine and this is called complementary base bearing عملية الدواج القواعد المتكملة يعني A with T hydrogen bond double with G with C triple hydrogen bond this can you see this is double helix and this is two types of bond A with T double hydrogen bond and G and C triple hydrogen bond this is RNA structure and this DNA structure the double helix double strand the single strand and as you see the basis arises only in one side instead of thymine there is a uracil in the RNA and and assalamualaikum and rahmatullahi and barakatuh شكرا